السلام عليكم أهلين فيكم في فيديو جديد واليوم راح نتكلم معكم عن iOS 14.5 النسخة التجربية الأولى الثانية كيف؟ أتوقع أنكم فهمتوها وكيف نعرف أن أبل الأسبوع اللي راح نزلت النسخة التجربية الأولى بداية الأسبوع وفي نهاية الأسبوع نزلت النسخة التجربية الأولى الثانية نفس النسخة ما كتبت عليها البيتة الثانية بس عدلت فيها رجعته شوي راح نتكلم لكم عن هذه النسخة أنا بالنسبة لي النسخة التجربية الأولى الأولى أفضل من الأولى الثانية راح أقل لكم ليش الآن لأن يعني أبل لماذا يشتوها للحركة بعض الأشخاص يقول لك أنها في مشاكل كانت عندها في برامج الأوفيس بتفتح فسويت الحركة ونزلت نسخة ثانية عشان تحصل لها حد المشكلة أنا بالنسبة لي ما شفت فيها أي مشاكل هذه النسخة أو قصت النسخة الأولى النسخة الثانية اللي صارت عندي مشاكل الجهاز في بطء في الاستخدام أحياناً يعلق في الاستخدام لازم اطفي الجهاز وشقلة أنا بالنسبة لي شيء طبيعي أني اطفي الجهاز يعني في الأسبوع مرة مرتين أنصح كل شخص يعني يطفي جهاز ويشقلة اللابتوب الجوال الكمبيوتر نظام الـ IOS نظام الـ Android نظام أي شيء في العالم اطفي وشقلة في الأسبوع مرة أو مرتين يعني شاني يرتب الملفات لكن مع النسخة هذه الجهاز يعلق الجهاز يصير ثقيل الجهاز حسني خلاص لازم أطفي وشقلة عشان يتعدل فأوكي أطفي وشقلة وأقول لكم نبيتها يعني أوكي عادي لكن الشيء الثاني اللي وجهته عندي الأبراج يعني الأبراج أوكي هنا أنا أستغرب إذا كانت فل يعني حين الأبراج عندي فل فأنا عارف أنه فيه شيء غلط أنا عندي في الشقة هنا وفي المكان اللي أنا فيه الشيء الطبيعي الشيء اللي ما فيه أي مشاكل أو الجهاز أو سوفتير اللي ما فيه أي مشاكل تكون الأبراج ناقصة بار واحد أما كامل لا فيه شيء غلط مستحيل أن يكون شيء كامل كل الجهاز اللي عندي ومش بس الأيوس يعني أنا صح أني أحب أبول لكن عندي حتى في الأندرويد يعني جهازة عندي صح أجهزة غديمة لكن حتى أخوي عالي مثلا عنده الجالكسي نوت 10 بلس برج واحد نازل عنده أنا بهذه النسخة الثانية تصير فل أوكي مستغرب يعني شيء قبل عدلت السوفتوير أوكي حلو لكن تعلق أحيانا مثل أمس علقت بار واحد بس فيه الجهاز كان وما فيه بار واحد ليش السالفة مدري أطف الجهاز وشغله ترجع فل أوكي اليوم الصباح برضو من الساعة 9 الصباح تغريبين يلين الساعة واحد للظهر بار واحد موجد عندي زوجتي جوال الآيفون 11 برو ماكس ناقص بس بار واحد هذه شيء طبيعي عندي لأ عندي بس بار واحد وكلهم ناقصين يعني الثلاث بارات الثانية ناقصة في الأبراج فاستغربت أنا شيء السالفة طفيت الجهاز وشغلته أرجعت الأبراج فل عندي مثل الآن مثل ما تشوفون أتوقع أنه تكلمت كثير عن النسخة هذه أو تكلمت كثير عن الأبراج لكن المشكلة الأولى بالنسبة لي الأبراج فأتمنى أبل في البيتا الثاني الحقيقية تعد الأبراج وتغير البلت نمبر أو المودم فرموية تغيره طبعا أنا كلمت أبل دخلت في الفيدباك هنا رسلت لهم أنه عندي مشكلة في الأبراج طبعا هذا الشيء لتوقعهم من القطعة هذه القطعة مشخصية فأنا عارف أن هذا اللي يفصل ويقطع من نفس القطعة ولا يأتي إلى شخص يقول لي أوه يأثر في البطارية حقك أوكي عارفين فهمي الحمد لله أن البطارية كويسة الآن وعارف أنه بتأثر والأشياء هذه لكن أتكلم عن السوفتوير وبخلص تأثر تأثر الحمد لله أنه فل إعلان لو بنتكلم لكم عن استخدامي له مثل ما نشوف هنا مثلا الصباح على الساعة 9 تغريبا أو قبل الساعة 9 تستخدمه مثل ما نشوف 9 الصباح إليه نوصل عندي ليني النهاية هنا على الساعة 8 ونص تغريبا هنا استخدمت كثير مثل ما نشوف استخدمتها مرة مرة كثير هنا وقفت شوي لكن كاستخدام overall من آخر شحنة 81% مثل ما نشوف 8 ساعات وشوي ممتاز جدا مثلا مثلا سناب شات الانستجرام اليوتيوب باقي جرامد والتيك توك مثل ما نشوف الاكسبوجر الحق الانتوفيكيشن فاستخدامي هذا الاستخدام اللي استخدمه أنا ما لاحظت مشاكل في السخونة ما سخونة أوكي الأبراجة حين قصت واحدة مثلا نشوف هذا الشيء كده أنا أحس أني متاح أحس أن هذا الحقيقة يعني فالبيت الأول كانت عندي مشاكل في الحرارة كانت تحت البطارية تكون الحرارة لكن الأبراجة عادلة وما يعلق الآن البيت الأول الثاني ما بيحرارة عندي لكن المشكلة هذا اللي طلع لي هنا والتعليق الخفيف أتوقع شفتوها صح أتوقع أنا من مشكلة الشاحن لأن عندي أوامران اللي تحطها في الشاحن يشتغل الشورت كات وغير الخلفية لكن خلينا نشوف كده بالاستخدام أتوقع من الشاحن أنا لكن نشوف باستخدامي حين أنا مرة واجهتني للحركة لما نحطته في الشاحن فكبطارية ممتازة بالنسبة لي ما فيها أي حاجة باستخدامي لا الآن لا يوجد سخونة بالنسبة لي أي حاجة لا يوجد شيء المشكلة اللي واجهتني إلى الآن مثلا هذا طبعا ليس المكسيف لكني ركبتها في المكسيف لا يظهر للثيم لأنك تركبتها في المكسيف يظهر لي كأنك تركب في شاحن طبيعي فعندما نشوف لا يوجد شيء لا يوجد تعليق التعليق يقبله فقط من نفس البطارية لأنه يشغل الشورت كات مثل ما نشوف لكي نغير الخلفية مثل ما نشوف نغير الخلفية حسب الألبوم الذي أضعنا في الصور كيف تسوي هذه الحركة كلها بالشورت كات تخشي الشورت كات وتضع لك الأوامر وأضعها 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 كلما شحنت الجهاز أو إذا كنت تفصطها بكيفك يغير الخلفية وأضعها وأضعها أي آلبوم أو أنه يختار خلفية من الخلفية مهم إذا كنت أودكم تابوني أسوي الموضوع لحق هذا الشي شي حلول لأنه بالنسبة لي أمل من خلفية من الخلفيات وأستثقل أني كل مرة أخش وغير الخلفية فأم جمع خلفية عندي في الألبوم وكلما يضعها في الشاحن يتغير تقدر تخلي كلما تضعها في الشاحن يتغير كلما تفصطها من الشاحن يتغير بس نشوف قدام أنا بالنسبة لي هذا ما قدتلك من نسخة هذه ليست جيدة أتمنى أبل تعدلها وأتمنى الأسبوع هذا تنزل البيتة الثانية البيتة الحقيقي البيتة الثانية ليس البيتة الأول والبيتة الأول الأول لا البيتة الثانية ونشوف ما تفعل فيها تعدل إن شاء الله الأبراج بما أني أنا رسلت أبل وكتبت لهم هنا أني عندي مشاكل في الأبراج ونشوف هذي هم اليوم كاتبين كل شي هنا هذا الأطماع أو من بديت معاهم مع المشاكل إيصارت عندي مشاكل أو شي يرسل لهم هنا ومع التاريخ بس البرنامج هذا ينزل حق الأشخاص اللي عندهم البيتة بس ويكون موجود في نفس الجهاز بس تحط البيتة ينزل عندك هذا الفيدباك أنك ترسل حق الشركة لأن البيتة هو أنك تجرب النظام ولكن عندك مشاكل ترسل حق الشركة عشان تعدل المشاكل هذه وإذا نزلت النسخة النهائية ونتعلى البيتة مثلا كيف تعرف النسخة النهائية إذا خشيت العددات عام والبلد نمبر مصر في حرف النهاية راح الحرف عرفنا هذه النسخة النهائية اللي بتنزل حق الكل بعدها بيومين وثلث أيام أو أسبوع لكن في هذه النسخة النهائية ينحذف عندك الفيدباك خلاص ما تشوف هذا البرنامج بالحال ينحذف إذا رجعت النسخة ونشر المقطع ولا تنسون الموضوع دعاكم والسلام عليكم